عراق ما بعد عام 2003 غارق في ديون مالية مهولة بهذه الكلمات لخص عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكومين واقع البلاد المالي بعد مرور 16 عاما على احتلاله ووقوع مقدراته بيد الأحزاب الحاكمة نحو 70 تريليون دينار هو عجز موازنة العام المقبل عام 2020 وفقا للحسابات الأخيرة التي أجرتها وزارة المالية وأكثر من 133 مليار دولار هو حجم الديون العراقية الإجمالية بفوائد بلغة 15 مليار دولار بحسب تقرير للجنة المالية البرلمانية بشأن موازنة عام 2019 رقم كبير قياسا بمجموع الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة يعزوه مسؤولون حكوميون لسياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 إذ اعتمدت على واردات النفط والقروض الخارجية للإنفاق والتسليح ولتسديد رواتب الموظفين والشركات العاملة في العراق فضلا عن المشاريع الوهمية التي ذهبت مخصصاتها المالية للأحزاب وجيوب الفاسدين نحو تيرليون دولار أمريكي عائدات نفط العراق منذ عام 2003 وفقا لوكالة رويترز وهو مبلغ يكفي لبناء البلاد كاملة وعدم الاقتراض من أي جهة خارجية أو داخلية والنتيجة هي أن بوصلة العراق ما زالت متجهة إلى الأسوأ في مجالات الإعمار والتنمية المستدامة خبراء في مجال الاقتصاد يتحدثون عن أجيال عراقية قادمة ستولد وهي مديونة بسبب الفساد الحكومي وانعدام وجود نظام مراقبة صارم على استخدام أموال العراق المهدورة أصلا الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال دابت على اقتراض ما يمثل 20% في الأقل من إجمالي كل موازنة سنوية بسبب السياسات الاقتصادية التي لم تعتمد على رجال الاقتصاد وإنما على الأحزاب ورجال الأعمال الموالين لها برأي مراقبين اختلفت أسباب اقتراض الحكومات السابقة حيث أن قروض حكومتي نور المالكي ركزت على عقود التسليح وتسجيل مبالغها على العراق كديون في حين كانت حكومة حيدر العبادي هي أكثر الحكومات طلبا للقروض بسبب سياسة التقشف المالي وانخفاض أسعار النفط والتي تزامنت مع الحرب على تنظيم الدولة بين عامي 2014 و2017 وثم تمن يرى أن مشروع قانون موازنة عام 2020 يبين أن العراق غارق في ديونه وفوائد هذه الديون التي قد تصل إلى أن يضطر العراق لفقدان أكثر من 15% من ميزانيته السنوية لتسديدها ترجمة نانسي قنقر